اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع المنتخب الانجليزي وكمان بتروح مع المنتخب الانجليزي ليه وقت اضافي وبتفوز عليه تعليق حضرتك على ازاي كرواتيا قدرت تتغلب على الاجهاد وبالشغل الفني وبالامكانيات الفردية اللي موجودة على منتخب كرواتيا قدرت تصعد للمباراة نهاية الاول مرة في تاريخ كرواتيا تصعد لنهاية كاس عالم وما فيش شك ان موضوع الاجهاد اصبح عمر لعب كرة وعارف ان التجهيز او الاستشفى قبل المباراة بشكل اصبح في طرق كتيرة جدا متطورة لتخطي هذه الازمات وبالتالي ما فيش فيها مشكلة كبيرة قوي خصوصا في اوروبا مش بالنسبة لنا احنا يعني مستوى المباراة الناس كانت شايفة ان انجلترا هتركب المباراة بشكل جديد طب ايه سبب اللي خلى انه قادر رياضينه المحلليني وانا كنت واحد منهم انا شايف ان كافة منتخب انجلترا كانت ارجح من المنتخب الكرواتي منتخب انجلترا حتى هذه اللحظة يعتبر اصعب منتخب قبله في البطولة هو منتخب كرواتي صح يعني من وجهة نظري طبع المواطة تونس باناما حتى المباراة من المنتخب بجيك اكت مباراة تحسين حاصل مكنش لها اي منتخب السويد منتخب اضعف يعني انا شايف ان ده اصعب منتخب قبله في مشوار منتخب كولومبيا طب كولومبيا رايح دورتك ايه يعني هما سرقوا الماتش من كولومبيا كان الماتش في استحواز كولومبيا لكن هما سرقوا الماتش با او قادر اقول خبرة قادر اقول عناصر فردية كان لها دور في هذا الامر لكن كنا مستمتعين في خبرات كولومبيا بشكل كبير جدا كنا متعاطفين مع كولومبيا انها تكسب لكن في النهاية هما قراتهم اسرع هما خبرات مجموعة معظمها معظمها كلها في الدور الانجليزي دي ميزة سلوطفي ممكن للسنين اللي قبل كده كنا بنلاقي ان الدور الانجليزي نادرا لما بنلاقي في نجوم كبيرة ممكن يكون جيل سابق قبل كده كان فيه لامبورد جيرارد وين روني كانوا موجودين في انجلترا لكن دلوقتي الجيل الحالي اللي موجود هو معتمدين عليه بشكل كبير قوي في معظم الاندية اللي بتلعب يعني منشستا سيتي نلاقي ان فيه خامل ستة لعيبة موجودين في القائم الرئيسي اللي نادي منشستا سيتي موجودين في المنتخب منتخب عندنا كمان اندية جديدة داخلت زي لستر سيتي زي افرتون فبالتالي كمان انا شايف ان الجيل الحالي شايف حالك تطرف معنا لا 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 ممكن يكون محققش لسه انجازات ولا طموحات فبالتالي هو عنده الاداء او الطموح اللي يخليه يعمل حاجة على الصعيد الدولي عكس الجيل اللي كان موجود قبل كده ما عرفش يوصل للانجاز ده من 28 سنة هل الكلام ده صح؟ ولا في عوامل تانية قدت الى وجود منتخب انجلترا للمباراة قبل النهائية في كأس العالم بعد 28 سنة لا هو الطريق كان ممهد لي انه يعمل حاجة طبعا مع بدايات البطولة كلها بعد اول بعد ادوار التهمدية انت مستواج بيرتفق بشكل ترقائي لان مستوى الطموح بيختلف مستوى التفكير بيختلف مستوى المنافسة بتختلف سواء بالنسبة لي او بالنسبة للمنافس فامر طبيعي جدا ان هذا الجيل كان لابد ان يدور على نفسه على مكانة مرموقة اللي وصلها اجيال كثيرة جدا في انجلترا وحققت فيها ارقام قد تكون بالنسبة لقرى الانجليزية مهد كرة القدم هي ارقام تناسب او هؤلاء اللعبين ولكن لا تناسب دولة انجلترا كمهد كرة القدم فامر طبيعي جدا ان هذا الجيل انه يدور نفسه على اماكن جديدة يضع فيها نفسه على الخريطة القروية من قلب افضل دوري في العالم من قلب البلد التي ولدت فيها كرة القدم فامر طبيعي جدا انهم كانوا بيدوروا على مكانة جديدة جدا او بنقلوا نفسهم نقلة مختلفة لكرة القدم حظهم كان كويس انهم مابلوش فرق صعبة وعنيدة امر طبيعي النهاردة انهم حتى هم انهاكوا جدا من الكروات بعد كده الميزة في كرواتيا انها بترجع للمباراة بشكل كبير جدا بردين جدا مش عيبوا ابرد من الانجليز بس شفنا ده سلوطة في مباراة على سبيل المثال مباراة الدنمك انا باخد مباراة الدنمك بعد ما مودريتش داع ضربة الجزاء ممكن منتخب غير كرواتيا كان يحصل له ارتباك كان ممكن يخسر بضربات الجزاء بالعكس مودريتش لعب تاني يرقل الجزاء في المباراة وسجل وصعدوا للمباراة النهائية وصعدوا للدور اللي بعد كده هل حالك شايف ان ده لي عامل نفسي كمدير فني بيتعامل مع اللعيبة ولا الثقة اللي موجودة عندهم دي بتبقى حاجة جاية من شخصية اللاعب نفسه اللي جاي كل واحد من ناديه من نادي كبير في اوروبا فده بينعكس على داخل المرحب هيقول اللي حالك قلت مجتمع امر طبيعي ان المدير الفني بقى ليه دور كبير جدا في هذا الامر النفسي امر طبيعي ان الثقة دي في مجال احتراف موجودة اوليدي يعني انت بتتعلمها من صغرك انك انت ازاي تبقى وصلت من نفسك ازاي انك تقدر تعود للمباراة بشكل كبير ازاي ان انت تقدر تتغلب على احزانك في المباراة بشكل واقعي كل ده اللعيبة تتعلمه بره بشكل تدريجي في مراحل سنية مختلفة وبشكل تنظيم كويس انك انت بيبقى فيه اخصائي نفسي طبعا اخصائي تغذية يعني برضو الحاجات دي كلها بتأهلك ازاي ان انت ترجع للمباراة احنا ما عندناش الحاجات دي فعشان كده بنحس دايما ان احنا بقعد عن الموضوع لكن امر طبيعي جدا انك انت تلاقيها المنتخبات واللاعبين بيقدروا يرجعوا بسرعة ده انا شايف ان المدير الفني بيبدأ عليه العامل الاكبر لان انا حتى لو عند الاخصائي بيقاين بدور لأ المدير الفني هو المفكر لكل اللاعبة في هذا الدور لان هو اللي بيقدر يأهل المجموعة اللاعبة اللي بتشارك بشكل كبير جدا انها حتى اللي نازل من برا عنده استعداد كبير جدا ان هو يحافظ على المباراة وعلى مستوى المنافسة حتى الثواني الاخيرا من المباراة ده احنا ربما ما بيحصلش اه بشكل كبير طب ايه علاقة بجنسية سلوتسي ليه علاقة بجنسية المدير الفني؟ يعني وطني ولا اجنبي مع اللاعبة؟ لا ما لاش علاقة ما يورجين كلاب الماني اخدت السؤال مني ليه؟ دايما دايما ليه اخدت السؤال مني؟ اه الماني وفي انجل تروع ولكن قرائب من اللاعبة بشكل كبير كنت اقول لحدك ايه؟ محمد صلاح مع يورجين كلاب غير محمد صلاح مع هكتور كوبر مع ان ده طبعا الاثنين اجانب وده مصري لكن العامل النفسي مع الاثنين بنحس ان محمد صلاح بيبدع وبيتقلق مع ليفر بول وبيحاول يعمل اقصى حاجة عنده دايما 150% مع منتخب مصر مع هكتور كوبر في كاسل العالم شفنا ان هو يعني ممكن معنوياته ممكن ان هو متدايق بعض الشيء حلوة ده بيحصل في ليفر بول فاليورجين كلاب بيعرف يخرج منه الاحباط بيعرف يخرج منه الزعل نفسيا بيتعامل معه كويس لكن ملاش علاقة بجنسيات لا لا خالص ملاش علاقة بجنسيات لا اول الكوتش كوتش في اي مكان ملاش علاقة كرة القدم تتخطى موضوع الجنسيات والسياسيات وكل شيء لانها في النهاية رياضة امر طبيعي جدا ان انت بتتعامل بغض النظر عن الهوية بتاعتك انت النهاردة موجود في نادي ما بتقولش انا بلدي كذا لا بتقول انا مدير فني كذا امر طبيعي جدا ان كوبر ما يبقاش بنفس القوة مع محمد صلاح دي اختلاف المدرسة يعني لان دي بتبقى فروق فردية في المدربين ما بتبقاش كل المدربين بتبقى مشي على نفس النهج فيه مدربين بيبقى عنيف حتى في التعامل مع اللعيبة ما بيبقاش بالشكل المرضي دايما لكن بتلاقي دايما حد مكمل ليه اللي هو بيقوم بتدور اللي بينقص عند المدير الفني. فدايما تلاقي فيه عناصر تانية اضافية في الجهاز بتقوم بتعوض النواس اللي بتقومها موجودة عند المدير الفني اللي هي الحاجات المكملة للشغل الفني. فامر طبيعي ان ده بيحصل في منتخبات كتيرة لكن احنا اه عشان بنوصل لده عندنا احنا اولا بنصخر من العلم فبنحبش نقرب منه. جدا. احنا بنحب الفهلاوة عن العلم. الفهلاوة عندنا زي ده جدا. فلما تيجي تتكلم تقولها خصائي نفس يقول لك اه خلاص ما لعبك جننة فاحنا جابين لها حد يعالجها. فبناخد الامور بسخرية بشكل كبير جدا. مع ان ده علم ويعني اه الناس كلها بتثير عليه لكن احنا في النهاية اه للأسف الشديد بنقلش على كل حاجة. في في الحياة وبعدين لما نيجي نتكلم فيها اه تصدق دكاتنا قصانة وبتاع بس احنا يعني مش واخدين عليها. لا. انا دايما عندي وجهة نظر. طول ما انت ما بتقتحمش المشكلة في بدايتها دايما بتزيد عندك المشاكل وبتقتر. فبالتالي بتفضل تعالج. ما بتاخدش المبادرة انك انت تحل وتدور على ان انت بتزيل هذه المشاكل مبكرا. عشان كده احنا احنا خطواتنا سابتة اه ان لم نكن اه بنتراجع. ما بتحسش ان انت عندك تقدم في شيء. حتى يعني صلاح هو اه صلاح في في مكانة تانية غير اللاعب المحترفة. صلاح وصل لمرحلة اللاعب العالمي. مش اللاعب المحترف او اللاعب المعار او اللاعب الموظف او اللاعب المنتدب. دي كلها مسميات تنطبق على محترفين في الخارج. باستثناء محمد صلاح هو في حتة واحده. بلعب في مكان تاني. محدش لسه اه ادري يوصله. ومحدش عنده الطموح انه يوصله. للأسف الشديد. لكن اكيد هيبقى اه الارض دايما خصبة. بتطلع. اكيد هيبقى عندك حدي تانية. لكن من اه عشان يبقى عندي واحد تانية يا صلاح محتاج ان انا برضو عدد من مداربين كويسين جد. عدد من مداربين مؤهلين. انت النهاردة لسه مش عارف هتقدر تجيب مين مداربين في منتخب مصر. مش عارف مش عارف تختار حتى المساعد. مش المدير يعني انت يعني مش تلاقي مدير فاني ومش تلاقي مساعد. وده كارثة. لانك انت ما حد ما حولتش ولو لمرة انك تخته خطوات جده نحو التجهيز. منتخب بلجيكا هؤلاء آآ مجموعة آآ الفدائيين كانوا بيعدلهم من حوالي. من الفين واثنين تقريبا. من الفين واثنين. الفين واثنين. الفين واثنين. ستاشر سنة. يعني ستاشر سنة انت انت بتجاهز هؤلاء لهذه الموقعة. فبالتالي في ناس شغالها من سنة. تخطيط. تخطيط. انما احنا انما احنا ما بنعتمدش على الكلام ده. احنا شايفين ان ان موضوع الفانوة خلاص هو اصبح السمة السيدة في مصر. اه اي حاجة انا متغلب عليها. وطبعا بما ان المنظومة كلها قايمة على كده خلاص ما فيش ما فيش ما فيش ما فيش امل ان انت يبقى عندك حاجة منضبطة او حاجة مثالية. على الاقل تقول والله انا عملت واحد اتنين تلاتة. لأ ده انا عندي جيل مثلا في الناشئين ده قدامه كام سنة ده هيبقى آآ مستقبل مصر في كرة قدم. ده مش موجود. حتى اللعيبة اللي موجودة عندك انت مش قادر تتقرب منها بشكل رسمي انك تقول والله ده انا عندي تصليف لفل واحد. فلان وفلان وفلان. لفل اتنين فلان وفلان فلان. حتى ده مش عندك. حتى بعد كس العالم قلنا اللعيبة يبقى عندها عروض افضل. حتى زيد لعزة. تاني افضل لاعب في منتخب مصر. مش تلاقي ما كان. احنا نتكلم عليها بعد اما نخرج بالمش. ليست كلمنا مستمرة عن المدربين لكن جه وقت آآ الجمهور المصري في انه يختار مين هو افضل مدرب في بطول الكأس العالم روسيا الفين وتمنتاشر. هنروح ونسمع ونشوف تقرير ونرجع نكمل مع حضرتكم. زلاتكو دلتش. آآ علشان معا مجموعة مش كوية قوي بزاي بتاعة كرواتيا وقدر يكسب بها فرق زي الأرجنتين ووصل بها لنص النهائي لتاني مرة تنام في تاريخ كرواتيا ومجموعة مجموعة فايش تغيرينا عن كاملاء اي بس هم الكوبارية. افضل مدير فني يعني ليه تأثير في كاس العالم هو فرنسا. فرنسا بلق كذا فترة يعني نتاجة مش كويسة في المونديال بس انت انت يعني ايه مشها الاكوة السنة دي انها تأخذ الدرة دي انها تأخذ الكاس العالم. انا شايف كده. مدير الفني منتخب بلجيك مارتينيز عشان يعني هو بمساعدة طبعا هنري ومساعدة مدير وعمل اداء رهيب مع المنتخب وبيعرف يضع الخطة ولو مساعدات. الله هو مدرب بلجيك كابتن مارتينيز ده مدرب كويس كيدن وبيعتمد على طريقة الهجومية في الاول وفي الاخر. طريقة بلجيك تلعبه ثلاثة خمسة اتنين. اه يعتبر اللعب الخبرة كلها بنزيلها في الملح. مدرب كرواتيا على الترويفة اللي هو عملها وعمل سنائي كويس في خط النص بين مودريتشو وكرا وركتيتش اللي اتنين عاملين خط النص متأميز وفيه سرعات كتيرة عنده بروزوفيتش وعنده كزا لعب برضو على الخطوط بيعمل بهم سرعات على الجناب في الهجوم المرتدة وبردو ان هو عارف يوقف لعيبة كتير زي ما سنتماتش ارجنتين هو قدر يوقف ميسي وما عارفوش عاملهم معهم اي اداء فهو المنتخب مش اسم كبير بس يارفي اوصل لنص نهاية لغاية دلواتي وبقى اداء متميز وكويس اهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين مع حضراتكم عظيفي وظيفكم الاستاذ لطفي السعان الكاتب الصحفي الكبير زي حضراتكم اهلا بحضراتكم طبعا شوفنا الناس يعني متافقة على دلتش مدارب كرواتيا وطبيعي جدا انه اه مكنش حد متوقع كرواتيا شوفنا يعني شوفنا المستويات اللي قدمها وبالتالي طبيعي جدا ان احنا بنتعاطف مع الجانب الضعيف او الجانب الاضعف فكرواتيا هي احنا شايفينها بوسط الاسماء اللي موجودة دي اوصل لطفي هي الاضعف فبالتالي معظم الشعب مصري متعاطف معنا كان فيه صخرية في الموضوع ان كل جمهور مصري يشجع فريق يخرج على طوال شجعنا الارجندين خرجت اسفانيا خرجت كل حاجة لكن طبعا وجود رئيسة كرواتيا عايزة عرب بس قبل ما نروح للجرافك المطش سريعا تقولي رأيك في الحالة اللي عاملها رئيسة كرواتيا في وجودها مع البعثة من اول يوم لحد المباراة النهائي رأي حضرتك فيها ايه? والله هو نوع من المسئولية او نوع من يعني تقدير موقف بشكل ايجابي مع اللعيبة انها بيحسسهم ان الدولة كلها منتظرة ان انتو تسعودوا هذا الشعب في ازيل بطولة ربما انها ما تصعبش الامر عليهم انها لازم تجيبوا البطولة لكن في النهاية الناس منتظرة منكم انها تكون سعيدة بكم وبانجازاتكم عامل حالة ايجابية اكيد طبعا اكيد طبعا اه طبعا ما فيش شكل اه طب هل ده يتفق سلطفي لو لعيبة ما عندهاش مسئولية ورئيسة كرواتيا موجودة هل ده هيبقى هيبقى عامل ايجابي او اللي هي لعيبة عندها مسئولية مع رئيس الدولة فبالتالي الموضوع هنا بيبقى ايجابي جدا اه يعني لو منتخب تاني غير منتخب كرواتيا في النهاية اه في النهاية ما تيجي ببقى بضوء دي ثقافة انت بتعيشها ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم طبيعي ان انا كلاعب اللي بفرض اللي بقود الادارة. يعني منفعش لاعب في المنتخب هو اللي بيقود الادارة. الادارة هي اللي بتقود اللاعب. وهي بتقود المنزومة كلها. ده غيم ده مش موجود عندنا. لكن هناك امر طبيعي جدا ان في منزومة مختلفة. انت بتتعود عليها دايما. اه امر طبيعي انت شفت كمية السعادة اللي كانت على اللاعبة وهي معهم في في غرفة خلق الملابس بعد المباراة. وآآ يعني بالطالبهم بالمزيد عشان آآ يحققوا الكاس. وازاي يسعدوا شعبهم. وازاي يقدموا مباراة كويسة. وازاي روح رياضية. عالك عارف الكروات هي عدد سكانها كم طبعا? اربعة مليون. اربعة من اليوم. واحنا ميت مليون. فهم عندهم. ليش بالعدب مش بالكترة. مش بتكلم انا بكلم ان هم عندهم لعيبة موجودة في احسن ان ديالي في العالم. واحنا من ميت مليون عندنا لعب وحيد. بس هو محمد صلاح اللي انا شايفه طفرة. زي ما حالك قلت ان هو مفيش حد عنده طموح انه يوصل لمحمد صلاح. كل الطموحات موجودة لكن بنسبة انها تبقى قريبة. دور انجليز يكون موجود. دور اسبانيا يكون موجود. لكن الحلم ان انا كون احسن لعب في العالم او احسن لعب في الدور الانجليزي ده ده مش موجود. فمش عافيني السبب. هل السبب بسبب ايضا ان العاداتنا وتقاليدنا والافكار اللي احنا تربينا على ان مستحيل نوصل للناس دي ولا ولا الفكرة جاي من هنا. هو احنا متربناش على الافكار. هو احنا مشينا كده. مم. يعني هي سياسة. فحلاوة برضو. سياسة القطيئة اللي ماشي بالفحلاوة. مم. فيمشي ورا فلان فكله بيمشي ورا فلان. مم. لان فلان ده هو اهم واحد في المنظومة فيمشي وراه فكلنا هنبقى زي الفل. لكن في النهاية فلان ده يفتقد حاجات كتير جدا. هو اصلا غير جدير بقيادة زي منظومة. لكن عشان تقول الكلام ده وعشان تغير منظومة. هو اتحاد سوفيتي اه اه انهار ازاي. انك حطيت الراجل غير مناسب في المكان المناسب. ده تاريخ بقى. تاريخ يا سلطف بقى انا معرفش. فلازف الشديد. ده ده اللي احنا بنواجهه. لكن عشان نقوم انت محتاج تبدأ من تحت. لان عشان اه تخلق تخلق قواعد حقيقية. مش وهمية. تخلق قواعد حقيقية. لكن مش كل مرة اقول لا ده انا عندي منتخب ناشئين وفوق. ماتشين وبروح من افريقيا. مفيش ما بكملش. دايما المنتخبات بنسراحها. مفيش. مفيش حتى مدير فني في الاتحاد يقدر يقولك احنا في عشرين تلاتين هيبه اخدتنا ايه? او احنا مين في عشرين تلاتين? احنا ايه? احنا راحين فين? او جايين من ايه? ما حد شاف حاجة. ولما تكي تكلم انت هيكل عندك مسميات. لكن على ارض الواقع انت ابيض. ما عندكش حاجة. اللي احنا هنقدر نوصل بالشكل ده. اه. عايز تجيب مدربين يا جانب. مدربين يا جانب ما عندناش مشكلة. عايز يبقى عندك مدرب محلي. اهل المدرب المحلي انه يبقى مدرب قومي. مهم جدا. ان انا اقدر اهل اللي انا شايف ان هو يقدر يقود. لكن انت النهاردة مش قادر تقول ان انا عندي فلان برشاح ومدير فين المنتخب مصر. مش قادر تقول عندي معاون للمدير الفن اللي جاي الاجنابي. مش قادر. لان كل ما تطرح اسم يعني مشكلة. في نفس الوقت. هل تدخلت يعني هل فعلا ان اي اسم بيتم طرحه? يعني ايه زي السؤال عايز سأله حضرتك وعرف جده. هل فعلا اللعيبة ممكن تتحكم في حاجة زيلي? انا سمعت ان فيه بعض الاقاويل انه فيه ترشيح مدرب يعني مدرب عام او مساعد. بعض اللعيبة اعتردت ورشاحه مدرب تاني? هل الكلام ده ممكن يحصل فيه الاحصف منتخب? بيحصل. طب هل الكلام ده ممكن يحصل في كرواتيا في انجلترا في اسبانيا? هل ممكن في انيستا مثلا يقول اننا لأ اه اه انيستا مش بحبه فلأ مش عايزه شوفوه مدرب تاني? ده مفيش كلام ده. طب ليه بيحصل في مصر? اه عشان احنا تعودنا على عشان احنا احنا بنسمح بحاجة زي كزا. طول اه منطقة منظومة ضعيفة. اه. فامر طبيعي جدا ان القو بيفرض سيطرته عليك. اه. فالقوة النهاردة اللعيب هو اقوى عنصر في المجموعة. اه. لان معلش انا اللي بقى لعب. مش مش الادارة اللي بتلعب. انا اللي بقى لعب وانا اللي بجيب جوان وانا اللي بكسب وانا اللي بقسر وانا اللي بقى عب. فالدفة كلها في ايد اللاعبين. اه. اكتر من الادارة. اه. الادارة ما هي بتوفر بتجاهز استعداداتها. لكن في النهاية اللاعب رقم واحد هو هو المسؤول امام الجمهور. اه. ان 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 انت لما بتكسب الناس بتسقف لك. لما بتخسر الناس بتتهجمك. فامر طبيعي جدا ان هو بيبقى له دور في تحديد هوية الشخص اللي جاي. طيب. النهاردة ليه انا ما بفردش. انت مش قادر تفرد لسبب واحد. لان انا نفسي بختار على هواية. هم. بختار اصحاب اللي بيصاروا معايا. هم. بختار اللي بيدفوا عني في الفضائيات. بختار اللي بيكتبوا عني كويس. بختار اللي بيجملوني. بختار القريبين مني. بختار اه اهل اه السقة مش اهل الخبرة. فبالتالي انا بعت تماما عن المنظومة. فبالتالي خرجت. فباسمح لغيري ان هو يقول رأيه في تحديد شخصية المدلم. هم. لكن ده ما بيحصلش في اي مكان. لكن ممكن يحصل بشكل او باخر بشكل فني وعلمي. اللي هو قدر اقول ايه. اقول ان المراحل السنية في الوقت ده من من اعمار بتتراوح من كذا لكذا. المدادب الوحيد اللي نجح في هزيه الاعمار كان فلان. ممكن اجبه لهم. هنا يبقى فيه تقييم فني وعلمي. لكن ده مش موجود حتى ده مش مطروح. يعني حتى ده مش مطروح. طيب. اشوف مين المدربين اللي قدروا يشتغل. هو فيه مدرب مسك منتخب مصر يا. يا كابتن. ويكمل بعد كده في امور طبيعية. مفيش حد بياخد دورات اعلى ليه? مفيش حد بيسافر معايشات برا ليه? مفيش حد بيروح ياخد تجارب مختلفة حتى في الادارة خقائد فني. محدش بيروح. ليه? هل معنى زلك ان ما فيش ورش في تبع الفيفا فيه? بس مين بيروحها? طب هل بيتم الاعلان عنها عن قبل اتحاد كرة? ما. احنا بنعرف بعد كده. ما ده اللي بقول لك علي. انا انا دلوقتي واحد اه عايز مثلا اخد دورة تدريبية تبع الفيفا. انا مفوضة عرف منين? عن طريق الاتحاد. اتحاد. صح? اه. طيب. حال ده بيتم الاعلان عنه? لا طبعا. احنا بنفجأ وهما راجعين ان هما كل واحد بينشر على اه وسائل اه تواصل اجتماعي ان هو رجع. لكن طب مين اللي صفر دول? فنفجأ ان هي بقى ارضو بتقضع لمحسوبيات والانتخابات والفواتير والحاجات التانية ملاقش علاقة بالمنظومة. ليه مش عايف? طب انا هستفيد بيه بدول? هم. هم ماخدوش هذا وايعلقوها في البيت وانتهى الامر على كده. لكن انا كمنظومة استفدت ايه? مفيش. طب انا النهاردة جيل تسعين كله اللي لعب كاس عالم. هو فين? مفيش فيهم واحد في الجهاز الفني. انا مفيش فيهم واحد في الجهاز الفني. او ده برضو جزء مهم جدا ان ان انت لما بتقدر تقول لعيب. لا ده انا. لعيب الكرة لازم تبقى عينه مليانة. لما بص للمدرب اللي تحتي. وهو اقول ده ده اخره كان بلعب افريقيا. يا ما شافش ما شافش كاس عالم ما شافش. فبالتاني ما بيبقى لعيب راكب. لكن النهاردة ما اجيب له حد لعب كاس عالم. حد كان مميز. حد يعني اه. مميز تدريبيا. ممكن ممكن قرويا ما يكونش حصلوا توفيق. بس زي مورينيو مثلا. ممكن نبقاش لعب واو. لكن نبقى مدرب هايل. بالزبط. ملاقش مدرب هايل. طبعا. انا النهاردة فين من المنظومة دي. مم. لكن مش ممكن ان يبقى كل حاجة بتخضع للهوى. مم. لكن حتى لازم اتجرد شوية لان انا انا عندي منظومة لازم تعلش. مم. لازم تاخد خطوة لقدام. مم. طب انا ما عنديش خلاص. هل انا مقتنع ان اجي لتسعين ده قفل خلاص. مك ما قفلش. لا لا يعني. انا اكمل انا بحكس موجودين موجودين. اه. طب انت. فيهم كوادر على اعلى مستوى ناس تقدر تساعد مصر. انا شايف ان هم يعني وجودهم مع منتخب راحكة طبعا ده وجود مهم جدا زي حاجة ما بتقول. عندهم خبر على على الاقل في مواقف كام مشابه للمواقف اللي كان منتخب مصر موجود فيه. فامري طبيعي النهاردة ان انا يعني ابدأ احد ده انا عايز ايه. يعني حتى اقول انا عايز ايه. لكن انا مش معقول ان انا اه باخضع لأسماء اكتر منها كمهنة. ممتعش ان انا اقول ده انا هجيب فلان اه. طب فلان ده عمل ايه في التدريب يا جماعة عشان ييجي. وانا برضو لازم في النهاية ابقى ما لعيني اللعيب. اللعيب في الملعب. الان من الدكة اللي برا دي. الدكة اللي عليها الجهاز دي هات مخيفة. مم. ده كلهم تاريخ. لكن النهاردة انا فين? انا بنزل وانا خلاص تعالي انا فيه التزامات فيه قواعد. روح بيه بتقريفناش انا مش معقولة كده يعني ده انت اخرك لعبت ماتشين. نرجع تاني ستزلوط في لمباراة كرواتيا وانجلترا ونستعرض مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. اه الجرافيك الخاص والاحصائيات الخاصة بالمباراة علشان نتكلم عليها اولا ولنا تعليق سريع على الاحصائيات. طبعا دي مباراة كرواتيا وانجلترا وانتهت بعد اربع اشواط. اه بفوز كرواتيا اتنين واحد على المنتخب الانجليزي. نروح لمباراة كرواتيا وانجلترا. في الاحصائيات عدد الاهداف اتنين كرواتيا واحد انجلترا. اما المحاولات اتنين وعشرين محاولة للمنتخب الكرواتي على مرمى انجلترا مقابل حداشر محاولة فقط للمنتخب الانجليزي. اما الركرات الركنية تمانية لصالح كرواتيا اربعة لصالح انجلترا. اما التسلولات واحد على كرواتيا وتلاتة على المنتخب الانجليزي نسبة امتلاك الكرة 54% للمنتخب الكرواتي مقابل 46% للمنتخب الانجليزي دقة التمرير 79% للمنتخب الكرواتي مقابل 78% للمنتخب الانجليزي اما الاخطاء المرتكبة 23 خطأ على المنتخب الكرواتي مقابل 14 خطأ على المنتخب الانجليزي اما استعدت الكرة من بقى أي التحامات وتدخلات خاصة بها المنتخبين 51 مرة استعاد المنتخب الكرواتي الكرة و 48 مرة استعاد المنتخب الإنجليزي الكرة 22 محاولة المنتخب كرواتيا مقابل 11 تقريباً النص بالضبط كل ده حصل أنا شايفه في شوت تاني وشوت إضافي أول وتاني لكن الشوت الأول كانت سيطرة للمنتخب الإنجليزي عايز أولي حردك سؤال كده سريعاً على الإحصائيات وتعليقاً عليها هل المدير الفني دايماً الشاطر اللي يكون محضر سيناريو المباراة ومذاكر الخصم ومحضر لو جاب جون يعمل إيه لو دخل فيه جون لو دخل فيه جون يعمل إيه لو المباراة راحت لوقت يضافي يعمل إيه هل ده بيميز مدير الفني عام مدير الفني وبيبان داخل الملعب لنا كجمهور وكمحلين وصحفيين ولا الموضوع مش بيبقى فارق كتير لا أكيد بيبقى فارق كتير وأكيد بيبقى المدير الفني الشاطر بيبقى عنده أكتر من سيناريو المباراة اللي هو لو أنا جي فيه جون بدري إيه الوضع ولو إلا أنا جي بتجون إيه بقى إيه الوضع السواء ده مختلف تماماً لو جي فيه جون لازم أتماسك عشان أقدر أعوض لو أنا جي فيه جون طب أنا لازم أزود شوية عشان إيه أعزز الهدف بتاعي سيناريوهات كتيرة جداً بتقوى ما تروحوا وده المدارب الشاطر فأمر طبيعي جداً إن المدير الفني ما بيبقاش متجمد بيبقى لين صح ويوفر ده اللي لعبته بشكل كبير جداً ويعرفهم إن سيري المباراة كله في داية في أي وقت أمتى أقدر أعوض أمتى أستحوز أكتر أمتى آآ عندي قدرة على امتلاك الكرة بشكل كبير جداً حتى في وقت وانا وانا خسران ودي آآ ما تلاقاهاش في منتخبات كتيرة أصلاب النهائي وخاصران واحد صفر وبتلعب قدام منتخب قوي زي منتخب إنجلترا وأعصابك مش بستحملة لا طبعاً فطبيعي جداً إن النزام حكما بتقول المدارب يكون آآ مش متجمد لين مع لعبته طبعاً حتى لو إيه اللي كان حصل أنا منتخب قراتيا كنت بتابعه بشكل معاين أستاذ بلوصفيني بشوفه قدام الفرق اللي بتطلع كورة هو منتخب كويس لكن بيبقى عنده مشكلة أمام الفرق اللي بتأفف زي الدينمارك زي ما شفناه أمام المنتخب الروسي لكن أثبت العكس إن هو بيعرف آآ يبقى الند بالند ويكسب فتتأكع قراتيا ممكن تفوز بالبطولة ولا ولا فرنسا دي شامب والأسماء اللي وده يعني خلاص وصلنا المرحلة بقى إيه اتنين منتخبين فعلاً أقوية آآ هو بالفعل دول أقوى منتخبين في البطولة مخصروش ولا مباراة يعني بالأمانة أقوى فرقتين في البطولة يعني نهائي عن استحقاق آآ أنا شايف إن الموجل أزرق آآ صاحب البشر الصمراء في في منتخب الديوك سابقا آآ بس هو هي هي يعني هو الموضوع حالك عارف إن اللغة الفرنسية ببنية أمر طبيعي أمر طبيعي صدفة حتى صدفة حلوة آآ أمر طبيعي لكن في في النهاية آآ يعني لما تقول ده منتخب فرنسا يعني صعب إنك انت تهدمها بسرعة لكن هم عاملين حالة غير عادية بصراحة كمان آآ مستوى الفردي اللي عاملين بشكل غير عادي كمان المستوى العنف الافريقي آآ يعني غالب برضو يعني إلى جانب اللمسات الفنية العالية جدا إلى جانب إن انت النهاردة معاك مدير فني بيعرف يتخطى الصعاب بشكل كبير جدا كابتل منتخب فرنسا لعب كاس عالم عنده خبرة أيها طبيعي شال كاس العالم أيها طبيعي بعارفيني الخبرات اللي موجودة طبيعي مع نجوم هيلة برضو مع منتخب هيل يعني منتخب معندوش غلطة آآ لا 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 بس معندوش غلطة معندوش غلطة لا منتخب هيل بصراحة فأمر طبيعي جدا إنك انت صعب إنك انت لكن أكيد أكيد كافة فرنسا أعلى من كافة كرواتيا مؤكد فرق برضو إنك انت فريق بطل حتى تاريخيا تاريخيا فرنسا بطل في 98 أقصى حاجة لكرواتيا كان تالت في 98 برضو يعني خصة من فرنسا قبل النهائي آآ يواف دين واحد مبراد تورام الشهير فأمر طبيعي جدا إنك انت النهاردة الكافة بتميل لنحي فرنسا لكن الملعب هيقول إيه ده وضعتين خسارة دي شومب في اليورو الأخير أمام البرتغال ممكن تأثر عليه شوية بنحها النفسية خسر اليورو الأخير واحد صف قدام البرتغال في مباراة هزيلة جدا للمستوى البرتغالي والمنتخب برتغالي كسب كده صدفة وحظ هل شايف إنه ممكن نفسيا يأثر على لعيبة أو على دي شومب لا أمام منتخب كرواتيا كبر خسر 13 نهائي ومستمر راجل يعني فأعتقدش إنه من أول مرة كده يسلم بسولة طيب شايف حضرتك بقى يعني عموما كاس العالم البطولة عملة زي هل آآ بطولة مختلفة حلاك أكيد عصرت بطولات عالم كتيرة ما أنا بالنسبة لي أول بطولة عصرتها كتب أربعة وتسعين كتب أربعة وتسعين يعني كان عندي أربعة وتسعين فأربعة وتسعين تمانية وتسعين ألفين واتنين لا أول بطولة كانتنين وتمانين طيب آآ كانت أقوى وهل خلاص كاس العالم اللي جاي بعد كده مش هيبقى فيه منتخبات نجوم هيبقى كلها منتخبات آآ جامعية ولا ممكن يطل علينا منتخب زي ماردونا كده ستة وتمانين أو منتخب يبقى بيعتمد على النجم ده ويعود تاني من جديد لبطولات العالم آآ لا طبيعي إنه كنا بنعتمد على بنتفرج على كرة آآ زمان أقوى من كده آآ منتخبات كانت فيها نجوم كتير جدا آآ النهاردة أنا حتى المنتخبات اللي فيها نجوم يعني ما قدرش أقولي إن البرازيل نيمار بس ما قدرش بس هو البارز هو البارز لكن في النهاية آآ أنا لها النتيجة آآ النتيجة النهائية بالمنتخب مش 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 شايف إنه هو كان له دور آآ قوي جدا طب الأرجنتين آآ الأرجنتين نفس الشي نفس الشي مش ميسي بس مش ميسي كل المنتخبات اللي بتقول إنها فرض واحد لأ ما فيش طب البرتغال البرتغال آآ قد cảmها عليها وانتهى الأمر يعني مش منتخب رونالدو لا مقدرش أقول منتخب رونالدو آآ هو هو الأبرز وهو أروا أهداف أهداف هو المقاتل أهداف نعم أنا بقول أهداف وهو المقاتل وهو المسيط الرقم واحد لكن في النهاية آآ قدوا موبارهات كويسة في ضوء آآ الأدايا الجماعي بتاعهم آآ عشان كده احنا منشوف شفناش منتخبات بتقول أنا بتاع لعب واحد وده الطبيعي جدا في الكورة لأنها لعبة جماعية وبالتالي كل المنتخبات اللي بتقول إنها لعب واحد هو إحنا في 86 كان ماردونا كانت الدنيا كلها مستنية فرقة لكن هو اللي غير المنظومة لأنه هو بس كان معامين برضو بس إحنا في التاريخ مش عارفين غير ماردونا جميل جميل بس كان معاه فرقة لكن هو قدراته وقتها قدرت إنها توصل أرجنتين لكاس عالم فأمر طبيعي لكن النهاردة ما تقدرش تقول إن فيه لعب وصل بلد ركاس عالم لا قادر أقول فيه فرقة ماردونا هنا بليه يستحقها في عصره ماردونا يستحقها في عصره لكن ما ينفعش إن أنا أخدها في المطلق بليه أو ماردونا طب الفور رأي حضرتك فيها إيه في كاس العالم يعني يعني أبو مرة تطبق التقنية الفيديو سهلت على الحكم هل صعبت على بعض المنتخبات هل ما كانتش منصفة هل حرك شايف إن هي كرة القدم المتعب بتقل لما بنستخدم الفور ولا كل واحد بياخد حقه رأي حضرتك في التقنية بشكل عام هو يعني أي حاجة تساعد على نجاح البطولة أنا معاها لأن في منتخبات كتيرة خرج البطولة الماضية بسبب أخطاء تحكمية فادحة فأمر طبيعي جدا أنهم بدأوا ميعالجوا المشكلة دي تحفاظا على قوة كاس العالم وإنها ما تتهزش بخروج المنتخبات الكبيرة لأن في النهاية أنت تقنصص لكاس العالم كتسويق أنت بتحقق أرقام كبيرة جدا من خلال البطولة من شركات الرعاية فبالتالي ما ينفعش أن أنا بقاعد آآ بتفرج على كسع آآ في فرقة في ضعيفة والفرقة الكبيرة خرجت بشكل آآ في ظلم كبير لها آآ شايف أن في ناس استفادت منها طبعا واللي استفادت منها الفرقة الكبيرة بس للأسف يعني ما شفناش فرقة صغيرة استفادت منها صح فده واضح برضو مشكلة آآ واضح برضو أن نفس الفكر التسويقي مسيطر وغالب عليها فهي الهدف منها الواضح أنها بتحافظ على الفرقة الكبيرة فقط ما بتحافظ على الفرقة الضعيفة حتى في حقوقها حتى أنت ببقيتش عارف أنك إيه إمتى تطلب أن أنت إيه ترجع على الفيديو مرة تانية عشان تتأكد من آآ الخطأ والحكم قد يكون آآ متساهل وخلاص هو لك اللعيب نفسها ما اعتردتش فخلاص فممشي حالك فمفيش فهم مشكلة فما يعني ما تعملش أزمة من لا أزمة فشايف أنها أضافة لكن آآ وقد وقت يعني يعني وقد وقت فبالتالي آآ محتاج إن إحنا نقلل الوقت ده عشان ما ما تفقدش لزتك من الكورة طيب لسا مكملين مع حضراتكم وكلامنا عن الفار هنروح نشوف ونسمع تقرير عن الفار ونرجع نكمل مع حضراتكم في الموندير على قناة الأهل شهدت النسخة الحالية من كاس العالم المقام في روسيا استخدام تقنية الفيديو الحاكم المساعد للمرة الأولى في تاريخ البطولة جاء هذا القرار من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتحقيق العدالة بين المنتخبات المشاركة وللحد من أخطاء الحكام جاء اعتماد إنفانتينو رئيس الفيفا استعمال تكنولوجيا حكم الفيديو والتي طبقت بالفعل في بعض المسابقات الكبرى مثل الدور الإيطالي والدور الألماني بغرض مساعدة الحكام في اتخاذ القرارات الصحيحة بينما يمنح كل طرف في المباراة حقه خلال مجريات اللقاء اتضح من مباريات المونديال الحالي مدى التأثير الكبير لتقنية الفيديو التي تدخلت في العديد من اللقاءات كان أولها لقاء فرنسا أمام استراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة حيث تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة أنتوان جريزمان في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر المباراة على أثر تدخل التقنية الجديدة ساهمت تقنية الفيديو في تسجيل رقم قياسي للمونديال الحالي حيث تم احتساب 27 ركلة جزاء حتى الآن تم تسجيل 21 منها وهدرت 6 ركلات استفاد 16 منتخبا من المنتخبات المشاركة في كأس العالم من التقنية الجديدة كان المنتخب الانجليزي الأكثر حظا بين هذه المنتخبات حيث سجل الانجليز ثلاثة أداف في المونديال الحالي عن طريق ركلات جزاء جميعها سجلوا في لقاء بانما في مرحلة المجموعات بينما جاءت منتخبات فرنسا كولومبيا استراليا خلف انجلترا باحتساب ركلتين جزاء لكل منهم في المونديال احتسبا لكل من بلجيكا روسيا كرواتيا البرتغال اليابان تونس نيجيريا المكسيك ايران ايسلندا مصر ركلت جزاء وحيدة في مونديال روسيا تخطى كأس العالم الحالي عدد ركلات الجزاء المحتسبة في ثلاث نسخ سابقة من المونديال كانت اعوام الفين واثنين ثمانية وتسعين وتسعين حيث شهدت النسختان الاولى والثانية في ايطاليا المانيا احتساب ثمان عشرة ركلة جزاء بينما احتسبت سبع عشرة ركلة جزاء في مونديال كوريا واليابان ليسجل بذلك مونديال روسيا رقما قياسي وليصبح المونديال الاكبر في تاريخ كاس العالم الذي يتم في احتساب ركلات جزاء منذ بداية البطولة في عام الف وتسعمائة وثلاثين بمونديال اوروكوي بالاضافة الى تحقيق المونديال الحالي لرقم مميز وذلك بعد احتساب خمس ركلات جزاء في يوم واحد لياتي بذلك ثانيا بعد مونديال فرنسا عام ثمانية وتسعين الذي شهد احتساب ست ركلات جزاء اهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين مع حضراتكم في المونديال على قناة الاهلي مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ لطفي السعال شفنا الفار شفنا تقرير عنها وحالك كنتم تتكلم ان هي انصفة منتخابات وكنا نتكلم في الفصل على بعض درقلات الجزاء يعني قلنا ماتش بلجيكا والبرازيل كان فيه درقلات جزاء لجابريال خصص ما تمش الاحتساب لها ولا حتى يعني ان هو الحكم يكلف نفسه يروح يشوف تقنية الفار بحس ساعات كده يا سلطفي ان ان الحكم لما بياخد قرار بان هو يشوف الفار بيكون مجبر بس ما بيحبش ان هو قراره ده ان هو يرجع فيه انا اخدت قرار فمش عايز ان انا ارجع فيه لك ان انا هروح وهبص بحس ان الحكم دايما بيكون ايه هو عايز يمشي المباراة بالسيناريو بالشكل اللي هو عايز ولكن مش عايز اي حاجة اي عوامل خارجات تصر عليه اللي بيومل عليه برا يعني لو لو هتلاحز في الماتش نفسه الحكم كان له كلام تاني يعني حتى بلغة الاشارة وحنا نتفرج بمعنى ان يعني فبيعي يعني لأ خلاص يعني يعني وجاله خلاص اااا على الاربيس خلاص اااا مفيش مفيش دارة جزائي فهنا بيبدأ يفسر فبينفعل فهنا بيبان أن فيه نوع من التوجيه بيتم من غرفة التحكم فأمر طبيعي جدا زي ما قلنا أن عنصر التسويق مهم جدا فيه البطولة أنه دايما بيحافظ عليها بشكل كبير جدا أنه يبقى فيه منتخبات كبيرة فعلا موجودة في المنافسة لكن هو خدم الفرقة الكبيرة لكن ما خدمش فرقة صغيرة كتيرة جدا ربما يكون لها أفضلية نيجيريا نفسها اتظلمت في عدم احساب ضرب الجزاء لها رغم اعتراضهم عليها ولم يلتفت الحكم إلى ضرب الجزاء صريحة واضحة فأمر طبيعي أنه استفاد منه الكبار لكن نتمنى أنه يبقى فيه مساحة من العدالة أو المساواة بين كل الفرق بحيث أن كل حد يبقى طالع أو متآهل لأدوار أعلى يبقى متآهل عن جدار طيب أخذ حضرتك كده رشوات السلام والتنوع عبل ما نروح ل آآ عايز برضو أخذ دوها حراك في المنتخب الوطني والتجربة بس عايز أعرف رأي حضرتك مين ممكن يحصل على أفضل حراس في البطولة هل آآ النهاية ما بين سوباسيتش ولارس هل الحراك شايف أن فيه حارس تالت ممكن يخش معاهم ولا دول أفضل 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 لتن حراس مرمى موجودين في بطولة لحد دلوقتي ناقوبنا منتكلم في الكواليس نا متكلم نا متكلم الاربع 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 الموجودين نهائي نتكلم في بيك فورد وسوباسيتش ولارس نتكلم في كورتو أربع حراس ما متقل جدا لكن مين اللي إلافت انتباه حضرتك واللي فعلا مؤثر مع منتخب بلاده وقادر أنه يحصل على لقب أفضل حارس كرواتيا لأنهم متعرضوا صعد مرتين مع منتخب كرواتيا بدربات الجزاق كان له دور كبير جدا فيها بصراحة فشاف أنه هو الأفضل في هذه البطولة هل الحراس لهم شكل مختلف في البطولة دي وهل هم لهم تأثير على منتخباتهم بالإيجابة أو حتى بالسلب في منديل روس 2013 مهم جدا لو تفتكر زمان إحنا كنا بنعيب على منتخب البرازيل أنه أفضل فرقة وهو بدون حارس عنده اتنين حراس ما مميزين فبسم الله وإن شاء الله الدنيا اختلفت طبعا أمر طبيعي جدا يبقى عندك حارس كويس أمر طبيعي يبقى عندك الخطوط كلها مكتملة بشكل كبير جدا لكن لما يبقى عندك حراس مرمى متميزين كمان فدي إضافة كبيرة جدا لأي فريق يعني سوباستشي آخر الكلام ده كان رائع أستاذ لطبي تعالوا نشوف ونتابع تقرير مع الجمهور ونشوف هم اختروا مين كأفضل حارس في بطول الكأس العالم روسيا 2018 أنا من رأيي كورتواء حارس بلجيكا طبعا كان عامل أداء في ماتش البرازيل أداء كويس جدا يعني هو بنسبة كبيرة كان مسايم في الفوز على بلجيكا أنا شايف أنه أفضل واحد دلوقتي هو كورتواء حتى كمان هو كويس مع الفريق مع تشيلسي ومع بلجيكا ومقدم أداء كويس وكذا فشايف أنه هو أحسن واحد ممكن كورتواء حارس بلجيكا مثلا يعني هو السبب أنهم في نصف النهاية تقريبا دلوقتي بعد ماتش ببرازيل ده حاجة كاترية يعني بصراحة حارس مرمى منتخب فرنسا ما شاء الله مستوى يعني عليه خاصة في الماتشين اللي فاتوا والمنتخب ككل يعني أداءه إن شاء الله تشوفه في النهائيات يعني بيكفورد منتخب بانجلترا كان أداءه ممتاز وطلع كذا انفراد وكذا كورة أنقذ المنتخب البلجيكي منه الهبوط من مجموعات من أول الدور يعني يعني لولا الحارس ونسبة بسيطة من الدفاع كان ممكن أن انجلترا تدع منها الأداء الحارس مرمى من انجلترا عمل الماتش الفات ومستوى تميز طول الجماعات كلها والماتشات كلها كان أداء متميز وكورتوه برضو نفس الأداء مع المنتخب ومع الفريق بتاعه السنة دي في كاس العالم شايف كورتوه حارس بلجيكا أفضل حارس في البطولة ومشاء الله موصل فرقته قبل نهاية أي كاس عالم شايل الفرقة من أول البطولة في كذا كورة في ماتش البرازيل من غيره بصراحة ربنا كان البلجيكا ودعته كان سبان برازيل دلواتي في نص النهاية يعني الكورة بتاعت نماري الكورة بتاعت باولينيو وفي كورة كتير من على خط الجون أنا قمت ثقافت ان الكورة جون كنت بشجع البرازيل لا كورتوه شايل الكورة ما شاء الله يعني أتمنى ان هو ياخد أفضل حارس في البطولة وأتمنى بلجيكا توصل النهاية على حساب فرنسا وكورواتيا في النهاية أنا شاف ان هو بيكفورد هو عمل أداء كويس لغاية دلواتي ومحافظة عشباكو تيربعا ما دخلش فيه غير جون أو اثنين وتفيت كذا تصدي لي كان مميز جدا حتى في ماتشي الأخير بتاع السويد طلع كذا كورة ممتازة وصعب أن يطلعها أي حارس مرمان أهلا بحضراتكم من جديد ولسا مكملين مع ضيف وضيف حضراتكم الأستاذ لوت في الساعة عارم في الموندير على قناة الأهل شفنا أفضل حارس ناس مختلفة لكن أكيد ده يعني في الآخر أعتقد أنا متفق مع حضرتك الوفيس يقل الأربعة لكن أنا متفق مع حضرتك على السوباسيتش هو أفضل حارس مرمى في البطولة طيب لو رحنا الأفضل لاعب مين تفتكر أنه قدر يكون قوة كبيرة مع منتخب بلاده وقدر أنه يقود منتخب بلاده إلى أبعد نقطة موجودة في كأس العالم وكان فعلا مؤثر بأداءه وبوجوده داخل الملعب عندنا أكثر من لاعب لكن اللي ممكن يحصل عليه هو مين مبابي مبابي يعني إمكانياته قدراته حد صغير في السن عنده 19 سن وهيلعب ما هي كأس عالم لا وغير كده يعني أنت مبالح كل حاجة في كرة بيعملها لك مش ممكن يعني يعني بلعب ليردو ما بلعبش كرة مش مودرتش لا 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 أنا شايف يعني ممكن يجي بعدين لكن أنا شايف أن بابي بصراحة نقل فرنسا نقلة تانية لعب هايل جدا وبعدين في مميزات كبيرة جدا واضحة على فرقته أنا ما بقس إن هو إمكانياته الشخصية لوحده لا أنا بقس كمان حرام ملعب في الدول الفرنسي حرام أكيد بس يعني هي لغة المال هي اللي بتحكم في المسألة يعني لما يكبر ويتهم شوية هيمشي أمر طبيعي هياخده وقت في القصة ديت لكن اللعيب اللي بيخطط لنفسه بشكل كويس جدا هتلاقيه بيروح من مكان لما كان في توقيت اللي هو عايزه لأنه هنا بعايز ينجح نفسه في منظومة تانية عايز يخرج من القالب اللي هو محصور فيه يروح من المنظومة تانية النقطة دي أنا كنت أنا الحمد لله يعني بقرأ شوية حاجات كده في الكرة كتير 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 فلفت انتباي قصة على أمبابي على حتة التخطيط والكلام ده كله إن كان فيه بيتكلموا على المكافآت وجزء للتبرعات وكلام كتير طبعا محتاج عارف إن هياخدوا فلوس كتيرة جدا فكان فيه جزء التبرعات منتخب فرنسا اللي عايزة تتبرع بيها لحتة خيرية عمال خيرية فوالد ووالدة مبابي كانوا ليهم تعليق على إن هو يتبرع بجزء أكبر من باقية اللعبة علشان سنه الصغير ولو أخذ الفلوس في سنه صغير زي ده ممكن تضيعه فعجبني جدا تفكير الأب والأم مع ابنهم النجم اللي هيلاعب كاس عالم اللي هيخد واحد صلاعب في العالم فقال ده لي دور نشأة البيت دي حالك صوت فيها فعلا بيكون ليها دور في شخصية اللاعب في تحديد مستقبله في تحديد أهدافه ولا الموضوع ملوش حلقة بالأهل والبيت وهو بيبدأ يشق طريقه عن طريقه بقى الملعب والتمرينات والكلام بكله انهاكاس البيت صح انهاكاس البيت النشأة او التربية اعجبني جدا تصريح تصريح خطير اه طبعا اه طبعا ده مهم جدا وبعدين انت بترسم النهاردة حياة بني ادم يعني مش 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 انت بتقول يعني ايه لا ده اه ده انا هاخد اه في البرنامج الفلاني قد كده وهاخد اه الله هيقاله كده قاله لا يخدوا فلوس كتير منه عشان مش عامل بيها حاجة مش عامل بيها حاجة اه ايوة طب الفلوس جاية جاية اه صح بس التوقيت السني ممكن ممكن يخسر كل حاجة بعد كتن صح وشوفنا اياما اه فكر ادريانو بتاع البرازيل حضرتك الكافيين ترميلا فينو دلوعة اه مرتونا في اخر ايام مرحفين ده ده قطير ده ده ايام ما فيش ما فيش في الكورة اه موازين لان طبعا بيحكمها حاجات كتيرة جدا اه لكن طبقة التنشئة في البيت هي العنصر الاساسي في شخصية اللاعب في اي مكان فامر طبيعي جدا ان ان اهلو يفكروا بهذا الشكل حفاظا عليه ده انا بس من الناس بتاهم الكلم على الباب يا الله طيب افضل لعب نصف ملعب تفتكر كده مين مين احسن لعب نصف ملعب في المطولة في مودريتش مودريتش اه اعتقد لقب يستحقه يستحقه طيب وافضل مدافع عندنا مدافعين كتير يعني في لعب ممكن يكون الناس مش فقدة بقالها منه لكن هو الشارك مع منتخب كولومبيا احرص ثلاثة اهداف مع المنتخب ياري مين شايف ان هم من المدافعين المميزين لكن للأسف كولومبيا خرجت فبالتالي بيخرج برا التصنيف لكن هل سامن امتيتي هل حد من منتخب كرواتيا هل امتيتي عشان بيجي مجوان يعني اه ماشي يعني هل ممكن ماجواير في كتيرا هوكر في كومباني فيرتونخين دلجيكا اه ماشي يعني ممكن فيه اكثر من واحد بيفا بافرد وهرنانز بافرد وهرنانز ام افضل مدير فني بقى وده يعني ايه سؤال صعب مش زلاطكو دالتش اه لسه طب لو كسب لو كرواتيا اخد الكاسل على ما هيبقى مين هيبقى دالتش ولا ديشان لا انا شايف ديشان بردو حتى لو خسن اه المجموعة اللي ان هو يقدر يسيطر عليها بهذا الشكل اه لا انا شايف ان هو اا اقوى وبعدين هادي ما عندوش ازمة مش يعني المسائل مش واخدة عصبية مش مارتينيس بلجيك لا 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 خلص خلص مش ممكن كمان مارتينيس بلجيكا ما ينخشش معاهم في الافضل مدير فن لا 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 طيب هي المنافسة بين له ممالكين سريعا على المنتخب الوطني بقى دي اتين كده او دي اتقول لي حضرتك رأيك في اه المرحلة اللي جاية للمنتخب الوطني وتميل للوطني ولا للمدير الفني الوطني ولا لمدير الفني الاجنبي وترشح مدارس ايه لو اجنبي طبعا اه بداية ما فيش مدير فني محلي او وطني ينفع لقادة المنتخب الوطني تمام واحد اتنين لازم مدير فني اجنابه واتمنى ان يكون الطاقم اجنابه وان يكون هناك اعداد لاحد الكفاءات من جيل تسعين ان وجد في كاس العالم ان يكون هناك ان يكون ضمن تشكيلة الجهاز الفني اتمنى لان عايزين ناخد بالعلم مش عايزين ناخد بالفعلات تاني عايزين ناخد خطوة جديدة في حياتنا اه لو بنفكر في الاجهال اللي جاية لازم يا جماعة نفكر ان احنا نجهز مدربين للمنتخبات من غير الدايرة اللي احنا بنلف فيها حسين ومحمدين وحسنين ووحمد اللي احنا بنلف فيه ده كله عايزين نخرج منه بقيمة جيدة جدا عايزين نقول لو عندنا حد كويس يا جماعة نقدر ناهله من دلوقتي ياريت نشتغل بدري عليه وان احنا ناهله للادارة فنية للمنتخبات غير المنتخب الاول سازلوت في شرفتني ونورتين على وجودك معي واستمتعت بوجودك انا ونستمتع وسعيد بيت دايما دايما تكون موجود معنا ومشرفتنا على قناة الاهلي كنا معا حضركم على مدوير ساعتين من الساعة عشر حتى الساعة اتناشر في المنجل على قناة الاهلي وتابعنا معاكم لقاء كرواتيا وانجلترا والانتهى بفوس كرواتيا دين واحد وصعودها لنهائي بطول الكأس العالم لأول مرة في تاريخها بكرة ان شاء الله احنا اجازة ملك وكتابة هيبقى موجود في نفس المعادة هنرجع لكم تاني يوم الجمعة ان شاء الله في المونديال على قناة الاهلي الساعة عشر بالليل نشوفكم يوم الجمعة على خير وتصبحوا على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة